مرة يقول لي واحد يا أخوي أنترك تتحدث في كل شو تعرف كل شو بسيطة أنا هذه أمور بسيطة يا إخوانا هذه أمور بسيطة شوف يقول عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم واش يعني ذلك؟ بكيش واحد يخرج عالم من بطن أمه بيخرجنا بطن أمهاتنا لا نعلم شيء إنما نتعلم والعلم هو ما فيش أفضل من العلم في كل مجالاته الديني والدنيوي وتكنولوجي والاجتماعي إلى آخر كله المهم فما أقوم به هنا لأنني أتعلم دائما أنا في عملية استمرار التعلم عندي هو عملية مستمرة لأنني أنا أؤمن بالحديث أطلب العلم من المهدي إلى اللحدي من النهار اللي تولد هذا حديث تعرض صلى الله عليه وسلم إلى النهار اللي تدخل في اللحة تدخل في الناعشة أو تدخل في القبر هذا هو المسلم يعني ومش بارك المسلم العاقل هذا هو فأنا أتعلم دائما وأقرأ كثيرا ثم أنا فيما أتحدث فيه هو ما هوش علم مثلا فيزياء نووية مثلا الأدب الشيكسبيري مثلا لا أنا أتحدث في شؤون عامة في شؤون السياسة العامة والاقتصاد والقانون وهذه أشياء خاصة الاقتصاد والعلاقات الدولية والسياسة وإلى حد ما القانون هذه كلها درستها كفي الدراسة التاعي وظللت نتعلم حتى الحواج ما درستهاش ظللت نتعلم إذن يقول رساء السلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم الحلم بالتحلم هذه ثانية إنسان يكتسبها بمعنى أنك تكتسب أن تكون إنسان حليم إحنا بشر نغضب من حل آخر تحدث لكن تقلل من الغضب تكون إنسان حليم توسع قلبك تتحمل خاصة عندما تكون تخوض المعارك هذه معارك مصيرية بالنسبة لوطننا وبلدنا وشعبنا تكون قادرة على التحمل إن الحلم يتحلم يعني أنك تعود نفسك على الحلم والحلم فيه فيه بزاف أشياء إنسان حليم فيه كثير من فيه الصبر فيه الوقار فيه عدم الغضب بشدة فيها تروي فيه أشياء كثيرة جدا هذه أنا ثانية عملية مستمرة والحمد لله كلما زدت في السن كل مرة نزيد في أن أكون أو أقترب من أن أكون إنسان حليم وأقترب من أن أكون إنسان يتعلم دائما هي دائما عملية تعدد فقط هذه البعض الناس لربما مرات من إش عارف يقولوها وكانوا مخلوع ولا يقولها وكانوا استهزاء لا 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 هذه الأشياء تقدر تتعلمها وسهلة تتعلمها وإنما تحط للأسف المعلومات تقول أننا في المنطقة العربية كلها معدل القراءة السنوي تخيلوا هو كم هذا هذه قبل عشر سنين ذاكرة أسوأ معدل السنوي تعقع هذا البشر في هذه المنطقة هو 45 دقيقة في العام المعندل يعني بمعنى أن كم ملايين الناس لا يقرؤون ولا يوزون دقائق ملايين ولا عشرات الملايين فبدون علم وبدون أخلاق ما رحش بيت هم قضيتين أساسيتين بدون علم وبدون أخلاق ما رحش بيت تقدر تلقى الإنسان متدين صح إذا ما عندهش أخلاق ما رحش بيت إذا جاهل بالعكس يقدر يغرق في الدين هذا لا يعني أن الناس كلها تسمع علماء وفاهمة وعارفة لا لا كل واحد على قدر كل واحد وش يقدر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ترجمة نانسي قنقر